موسيقى موسيقى أهلا وسهل فيكم مرة ثانية سوف نشرح بهذا الفيديو المنطقة العلوية في الجهة اليمين داخل الـ ViewBoard نشرحنا في الفيديو الماضي المنطقة العلوية في الجهة اليمين الآن سوف نشرح المنطقة العلوية في الجهة اليمين على سبيل المثال حددنا مجسم الآن إحنا ملاحظين أنه فيه إشي هون خلفية برتقالية طب إيش يعني الخلفية البرتقالية الخلفية البرتقالية ما ناتوا أنه هذا الشيء فعال فإذا أنا اخترت اللي جنبها بتطفي وبتضوي الثاني برتقالية اخترت اللي جنبها بتطفي وبتضوي اللي جنبها برتقالي فالخلفية البرتقالية زي كأنه فيه لمبة مضوية إنه هو هذا الإشيء الشغال حاليا تمام الآن في هذا العالم فيه عندنا مجسمات كل مجسمة براناكتر كل أكتور في هذا العالم له موقع على سبيل مثال هذا المكعب له موقع في X axis والY axis والZ axis في المحاور الثلاثة المحور X موقع هذا المكعب حاليا 49.99 ناقص 1258 في الY في Z موقعه 510 طيب الألوان أزرق أخضر أحمر إيش تاني هذه كل واحدة تمثل محور طيب أي واحدة محور للX وأي واحدة للY واحدة للZ تطلع أنت تحت تعليمين تلاقي X Y Z وكلما تحركت في هذا العالم بتحرك معاك المحاور فأنت بتشوف أنك أنت الX هو في هذا الاتجاه فحتى لو أنت خولت تلاقي المحور ضل في هذا الاتجاه اللي هو الX ومثل لسه تحت موجود فبيحدد لك اتجاه الX ويحدد لك تجاه الY واتجاه الزد طيب الآن أنا بدي أحرك هذا المجسم بدي أحركه فقط في اتجاه الX بضغط على الأحمر وبحرك بصير يتحرك باتجاه الX طيب أنا بدي أحركه باتجاه الY بضغط على الY وبحركه باتجاه الY ونفس الاشي باتجاه الزد طيب على سبيل المثال أنا حبيت أحركه يتحرك في المنطق في في الX والY مع بعض أنت لو تلاحظ في وصلة موجودة بين الY والX في قطعة صغيرة هون بتوصل بينهم نص أخضر نص أحمر إذا تضغط بتلاحظ أنه تم تحديد الاثنين بتلاقي أنه بتحرك بكل الجهات بالX والY ونفس الاشي بالY والZ ونفس الاشي بين الزد والX فأنت بالطريقة هاي تقدر تتحكم بموقع هذا المكعب بجميع الاتجاهات بتشكل اللي أنت بتحبه طيب إحنا تحكي تكلمنا الآن عن موقعه باستخدام الأسهم طبعا أنا لو بدي أحدد موقع موقع معين عادي بقدر أكتب نعم تكرر أكتب خليني نختار صفر 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 اللي هو منتصف العالم صفر 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 وبكبس انت اختفى طب هو وين مكانه هو رقمه اسمه تمبلة كيوب راوندد 44 طب وين هو السف العالم طائق أسهل طريقة إلا أنت لم تستخدم اكسبلولر أو جوجل كروم بدك تلاقي شغل بصفحة بتكبس شفت فوالك بس بس حرف الف بروح علي بلقى لك ياه هو الآن موقعه نحن لسه شايفين الأسهم بس لو تركناها اختفى هو موقعه هون الآن هذا المكعب موجود في المنطقة المركزية للعالم النقطة البيضة اللي هي صفر 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 اكس صفر واي صفر زد أي شيء في هذا العالم بحط موقع صفر 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 رح يوصل لهذه المنطقة طب أنا بدي أخلي مثلا عاشرة بس انتر الآن طب خليها مية لا تطلعش كثير طيب بدل يطلع لفوق بيان بيان راشو ممتاز خليها ميتين الآن مواضح أنه فيه أوفست عن الأرض تقريبا ميتين أو أكثر شوية تقريبا تقريبا ميتين فطلع من تكتر تحرك انت في الزد وفي الزد وفي الزد طب الآن شرحنا تحت تغيير الموقع كيف الآن أنا ممكن اه حد تغير من الدوران طبعا احنا تكلمنا الآن عن ترونزيت خلينا نحدد الخيار البعده نضغط عليه انا صراحة بحب اكبس دابلو اي ار على الكيبود بس خلينا نحدد الاي من هذا الجهة طيب انا عندي المحاور الثلاثة احنا قلنا الزد اللي هو العامودي طيب انا بدي ادور الان اخلي المكعب هاد يتحرك حول الزد محور الزد فبكل بساطة بخلي قاعد يدور نسبة بدرجة عفوا تسعين درجة بدي يدور حوالي الاكس كمان نفس الاشي بخلي يدور تسعين درجة بدي حوالي الواي فانا بختار اي محور هو يدور حوالي ممتاز طيب بالنسبة ل السكيل احنا الان حكينا طبعا انت بمكانك تتحكم بالدوران من هون خلني احكي عن السكيل السكيل خلينا نرجع هذا زي ما كان روتاشن طبعا تمام السكيل ايش هو السكيل ملاحظ انه كانت اسهم شغلنا السكيل اللي هو مستوى تكبر وصغر للمجسم طيب اذا بدنا نكبر المجسم في ال X axis رح يكبر حجمه في ال X axis بدنا نكبره فصار يكبر على طول X axis طبعا انا بدي شيئا بال X axis بديا بال Y axis نفس الشيئ طبعا انا بديا بال X ولا بال Y بقشر على الوصلة اللي بدياها بين الاثنين صار يكبر بال X وال Y طب بديا يكبر بال Z بسرعة سوى عمود طب انا بديا ينحف يصغير بال Z ويكبر بال Y بديا بلاطة صغيرة فسوينا بلاطة تمام الان احنا بالطريقة طبعا انا بدي لا ولا اشي من هذا كله بدي بدي كل المقاسات تظل موحدة بضغط على المربع اللي في المنتصف نلاحظين انتو فيه ازرق اخضر احمر ابيض فيه مربع ابيض او دائرة بيضة مربع ابيض تضغط عليها وبتاعم بتحركها يا بتصغيرها كلها يا بتكبراها كلها بكل المحاور بال X وال Y وال Z نحن هاي الأدوات اللي قد نستخدمها بتحريك او تكبير الحجم او التفاف على حسب الاشي اللي بدكية تمام تمام الآن بالنسبة ل جالي يا فوق تمام احنا الآن تكلمنا على الحركة طب انتو لاحظتوا الشايرة طبعا لما انا بحرك فيه زي الحركة مش نعمة بتحرك بدرجة تك 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 نلاحظين انتو الموضوع مش نعم طب ليش؟ لانو احنا حاطينو سنب حاطينو درجة تحرك الآن حاطينو درجة تحرك عشرة طب لو حطيناها واحد بصير مش مفيش سنب يمشي على ماهلوم ولا بتحس لو حطيناها خمسة بتبدأ تظهر شوي شوي لو حطيناها عشرة بصير طب لو حطيناها خمسين بتحرك من درجة خمسين طيب خلنا ناخد نظرة على مثلا لو نزلنا تحت الأرض هذا اللي هو المخطط طبعا لو نغير احنا خمسين فبصير لما يتحرك المربع بتحرك من هذه النقطة لهذه النقطة من هاي النقطة لهذه النقطة فأنا بحدد لسكيل تبعي على قديش بدي يعني هذا الآن صغير كثير خلنا نقرب كمان عشان تشوفوا هاي واحد هاي واحد واحدة هاي خمس وحدات هاي عشرة وحدات خلنا نخلي على خمسين مبدئين لا عشرة default القيمة الافتراضية هي مرا عشرة فانت براحتك تغير فيها مش مش مجهور تلتزم ابدا بالقيمة الافتراضية تمام الان عندنا كمان اه طبعا اذا الغيت هاي الان بتحركم حتى بصفر ما فيش اي قيمة اطلاقا على الحركة فاهنا الان حددنا الجرد فهمنا هاي الجرد هاي بتفعل قيمة الارقام هاي اذا طفيتها بتصير تحرك انت باجزاء من اجزاء من الواحد اقل من الواحد طب بالنسبة لهاي ايش عنا لما احنا كنا ندور قبل شوي خليه يدور خليه يدور خليه يدور سافر سنبك لان احنا ايش كان كان يعطينا طب انا بديها 45 يا جماعة ايش عمل طب شو كيف انا اخليه 45 بكل بساطة احنا بهذا الجرد كنا نتحكم بالموقع الآن هنا هنا ارقام كما احنا هنا حددنا واحد وعشر وخمسة نفعل من هاي الجهة هون نحوط خمسات تمام دعنا ناخد منظر فصرت 45 درجة فصرنا نعرف احنا نتحكم بالخمسات على 45 احنا نضع 45 فانت الاولى تنابل دستنس اللي هي عبارة عن سنب ايش الفكرة انتو احطوا الفرق الان قبل شوي كان لما نحرك كان يحركني بدرجة خمسة 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 او انا بختار الزاوية تلاتين تلاتين فانحنا كنا نتحرك بدرجات معينة طب انا طفيتها صرت اتحكم اتحرك حتى بجزء من الرقم يعني صار في اندي فاصلة 18.67 20.29 فصرت اتحكم بالزاوية لدرجة دقيقة جدا لما طفيت انا الزر اللي هون طيب بالنسبة لالسكيل انا هون كمان نفس الشيء انت قديش بدك تغيير في الحجم يعني احنا الان ان شاء لاحظ انت لما نكبر في الحجم ونصغر كبرنا صغرنا تعال الان نغير من نص لعشرة لاحظ لاحظت انت السرعة في التغيير ما اعطاني مجال في المنتصف يعني تعالي نأخد من الشيء الثاني لاحظت انت البلاطة كلها كبرت مرة واحدة من دون ما تعطيني مجال اني اتحكم فيها طبعا انا بدأ اصغرها بوعى نسبة واحد نعم بقدر طب بدي بنسبة نص بالضبط كمان نفس الفكرة فهذا بالنسبة لا الموقع المجسم وتحقود والسكيل وتحت الموقع والدوران والسكيل طب فيه شغلة هنا كمان اللي هي اخر واحدة في الشاشة احنا عنا في الشاشة في عنا الكاميرا اللي احنا منتفرج فيها طب انا بدي اسرع الكاميرا طبعا احنا حكينا عن الزوم بالعجلة في الماوس لا بدنا نستخدمها بدنا نستخدمها ونسرع طريقة افضل بمسك انا هاي يا ساتر سرعت سريعة جدا جدا درجة سبعة طب خلينا نحطها لواحد قاعد يزحف زحف سلحف زحف تمام نرجع على اربعة الاربعة منطقية وانت طبعا اذا عندك حركة في عالم كبير بتكبر عندك حركة منطقة صغيرة بتصغر فهاي بالنسبة للكاميرا وهي السكيل بتقديش بتكيكها يضربها في كامل فانت لا تقرب على السكيل خلاص اصلا الارقام هون بتاكتر بشكل كبير فهم فيش داعي تغير فيها طب ضاي الشغل الصغيري هون اللي هي منيمايز اللي هي زي اللي فوق هون بس ايش بتسوي خلينا نشوف تذكروا الفيو بورت اللي احنا هكينا عليها البرسبكتف لما حكينا في الفيو بورت هون تفتح البرسبكتف تغير هذي حطانا اياها طيب انا الان ماسك هذا المكعب لاحظوا مسكوا بالمنطقة منظر العلوي مسكوا بالمنطقة من الخلف ومسكوا بالمنطقة اليمين فعطاني المشاهد الان انا اذا انا بتحكم فيه بغير قاعد بيعطيني التغيير على كل المحل المناظر طب انا لو بدي اغيروا جوا هذي الصورة هون بتغير كمان في هذي المنطقة خلينا نرجو مكانا فالان انت زي ما لاحظت انه هذول الاربع متصنين مع بعض فانت بتقدر عادي تتحكم فيه في اي مشهد وتضبطه طبعا هذا اللي بيحب يدخل في تفاصيل التفاصيل حتى يعدل على العالم اللي هو بمي فيه فاحنا هيك بنكون غطينا كل اشي في ناخل شاشة الفيوبورت وان شاء الله هيك بنكون نخلصنا الشرح القوائم والشاشة الكاملة خلينا نبدأ في دروس جديدة في الحلقات الجاي بالتوفيق يا رب هتوكل عافية